موسيقى مسى الخير طلع البدران علينا رسول ومسيح لأمة واحدة تتقلب على جمر التقسيم وتصغير الدول حد تفتيتها بعضها يتسلق الله ورسوله لإبادة خلق الله وبعضها الآخر يدعي أن المخلص كلفه تخليص الناس بالحروب والسيطرة ونشر الدمار البدران لا يحقان بالأمة العصية على آلهتها ورسولها إذ ينبت فيها كل يوم خليفة وولاية وشيوخ طريقة ومبشرون ومفتون يحرمون الفرح ويكفرون زينته لكن تزامن عيدي مولد الرسول محمد وميلاد السيد المسيح ربما كان رسالة في زمن لم تعد فيه أمة تقرأ وليس على جدولها عنوين للتسامح فاجتمع العيدان في لقاء قمة حكما إن القمم الزمنية والروحية وبقية الأعياد لن تعني لبنان السياسي في شيء فلا رئيس للجمهورية سوف يخرج من مدخنة بابانوال ولا مجلس النواب سوف يصلي على نبيه ويفتح أبوابه بعد الأعياد ولا الحكومة ستعود بآلية منتجة تنفض عنها روائح نفايات عبقت بسراياها واللآت تكثر في زمن العيد الذي يمر حزينا على أهالي عسكريين ما زال مصير أبنائهم مجهولا لدى داعش الدولة التي تدعي احتكامها إلى شرع الله ورسوله وتذبح بسيفه وتبقي على اعتقال جنود وأمنيين خطف من ثقوناتهم ومنازلهم وتختفي قبل أن تفاوض لهم لغربتهم وعذاباتهم لحرقة قلوب أمهاتهم شمعة تضاء الليلة من قلب المدينة إيذانا بعودة الضغط على ملف مقفل وتمهيدا لطرق أبواب الدول المعنية بالتفاوض أو الضاغط على الخاطفين وبينهم الدولة التركية فمع انقطاع الأنباء عن المخطفين لدى داعش لم يعد من ممر آمن إليهم إلا من خلال معبر رجب طيب أردوغان الرجل الذي قامت زعامته على بناء إمبراطورية للدواعش على الأراضي التركية قبل أن يبدأ بتعداد الخسارات وييمم وجه شطر إسرائيل عائدا إليها سياسيا واقتصاديا وسياحيا وهذا الرئيس من ذاك الكيان إذ أنه منذ خمسة أعوام ينبئنا بخبر عدائه لإسرائيل بسبب أسطور الحرية لكن الأمر لم يكن يتعد اعتذارا تقدمه الدولة العبرية إلى الرئيس المعظم حتى تعود أنبيب الغاز إلى مجاريرها وتتفاعل الصناعات والاستثمارات في قلب تركيا وهي يهودية برعاية إسرائيلية وفي النشر تفاصيل عن الهبوط الأخير لأردوغان في أحضان إسرائيل بعدما خسر أوراقا عربية ودولية وأنهت أمريكا حلمه بالمنطقة العازلة وسدت روسيا السبل السياحية والاقتصادية على أرضه وقام الحلف الإسلامي على زعامة سعودية من دون تعيينه أمير المؤمنين على المسلمين ترجمة نانسي قنقر